سألوه عليكم وهلوهلوه زيكم يا أحلى أميرات مساء الجمال حاشتوني جدا جدا من فيديو مبارح يراب تكونوا بخير النهاردة ويكون يومك عاد عليكم وانتوا في أفضل حال دايما يا رب اللهم أمين وينصر أهل فلسطين يا رب اللهم أمين يراب تكون الأيام اللي جاي أحسن من الأيام اللي فاتت إن شاء الله تعواتنا طبعا مستمرة ليهم فعشان كده النهاردة معانا سيدة فلسطينية جميلة جدا بزقها الراكي وكمان أفكارها في بعض الأفكار للدكورات تعالوا نستفيد من فكرها ونستفيد من زقها الجميل في بعض التفاصيل عندنا في البيت بتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم الأميرات وتلاقوا في أفكار مفيدة ليكم والبيتكم أستنى لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما طبعا بشكركم عليها في بداية كل فيديو وجودكم على راسي من فوق أحلى شهزة نورت الدنيا كلها وكمان مرمريطة وحشتيني جدا وأحلى كوكي يعني بجد كلامك ده على راسي من فوق وكمان ففة وتوتة وحشتوني جدا جدا بقالكم كتير غيبين علي يا رب تكونوا كده دايما بخير ودايما منورني بكل كلامكم الحلوة يا أميراتي كلامكم بجد يعني منش قادرة أشكركم قد إيه على كل كلمة حلوة أنت بتقولوها يا رب دايما كده عند حصن ظنكم والنهاردة كمان يكون الفيديو يليق بيكم وتلاقوا في أفكار مفيدة تعالوا النهاردة بقى نبدأ الفيديو مع بعد ما تنسوش السابسكرايب لو أول مرة تشوفيني وعجبك الفيديو تكوني واحدة من عالتنا الجميلة وما تنسيش تكتبي لي كومنت عشان أرحب وجودك معانا إن شاء الله في الفيديو الكام تعالوا نبدأ تفاصيل النهاردة مع السيدة الفلسطينية الجميلة قوي تابعنا لها فيديوهات كتير ديكورات رمضان وديكورات أعياد وفي كل المناسبات دايما كانت بتدينا أفكار حلوة قوي لستايل البيت لستايل العربي كمان اللي موجود عندها في معظم الديكورات تعالوا نبدأ معاها أول حاجة بعض الإضافات عندها في المطبخ وزي ما قلت لكم كده في الفيديو اللي فات أول لقابله الستيكرز اللي بالأنواع المختلفة اللي نقدر نحنا نضيف فيها تفاصيل للمطبخ ده نوع من الأنواع اللي تكون ماتينة شوية عن الحجارة اللي احنا شفناها قبل كده شايفين قدقي إنه هو عاطي شكل زي السراميك بالزبط شكل مختلف وتفاصيل مختلفة وشكله كمان عامل زي خليط النحل أو الشكل السداسي كده فشكله حلو قوي خصوصا لما كل الوحدات بتتركب مع بعض وبتكون شكل متكامل كده بيبقى تفاصيله حلوة جدا فبدأت تضيفه في كل الجزء اللي موجود ما بين الكنتر وما بين التأفيل بتاع المطبخ بتاعها شكله قدقي حلو لون الأبيض مع الدهب من الألوان المميزة لأي ديكور انت ممكن تعملوه بعض التفاصيل بقى اللي عندها في المطبخ الحاجات اللي احنا بنستخدمها ودائما بنشوف أفكارها في الفيديوهات إزاي نحط أفكار حلوة على الرخامات بتاعتنا أديكوا شايفين فكرة الملح بتاعنا لما بدأت تحطه في علبة شكلها حلو مع زيزة الزيت على تري أو على بليت كده أو صنية عندك حتى ممكن تحطيها هيبقى شكلها لذيز قوي جملت تفاصيل المطبخ بتاعها بشوية إداءات وشوية أفكار بتقدروا تعملوه باللسبوتس اللي هي اللي بالشحن اللي هي زي دي فيه أفكار طبعا كتير هي بتشيل الجزء بتاع البطارية ده بتشحنه وبيبقى المغناطيس ثابت في المكان بتاعها بعد ما بتشحنها بتحطها في المغناطيس فسهلة جدا في الاستخدام وبتدي شكل حلو جدا خصوصا طبعا بالليل لما تعملي كورنر كده بإداءة هادية بيبقى شكله حلو قوي أفكار الكوفي بار بتاعتنا خصوصا كمان لما بتحطي تابلوه أو بتحطي كتابة كده بتبين إن مكان الكوفي بتبقى شكلها لذيز قوي بتبقى تفاصيل حلوة قوي في الكورنر بتاعنا هذه أول فكرة بوزة الورد والستاند اللي حط عليه المجات والتريل تاني اللي حط عليه الجرات السكر والبن فكرة تانية كمان برضو إن هي بدأت تحط الاتنين على التريل بتاعها اللي هو البوزة معها الشمعة والجنب التاني حطت فيه إتجارات والستاند التاني بدلا ما كان دورين لا الستاند اللي هو فيه الهوكات اللي بدأت تحط عليه المجات بتاعتها فطبعا الحاجات اللي موجودة عندنا احنا نقدر نزيف بها لمسات حلوة جدا ونستفيد بالأفكار والتنسيقات اللي احنا بنتباهها مع بعض كمان برضو الحاجات المنظمات بتاعت المطبخ يعني احنا دايما بنتغلب في إزاي ننظم كل حاجة عندنا المنظم الحلو جدا جدا ده ده طبعا حلو قوي إن هو مش بيبقى مقايدك بمساحة معينة انت بتبقى سهل إن انت تقسميه حسب مساحة الدرج بتاعتك بيطول وبيقصر وبتقدر يتركيب الفواصل على حسب الحجم اللي انت عايزاه عايزة المقاس صغير مقاس كبير انت بتتحكم فيه فدوروا على الحاجات اللي تكون عملية أكتر تساعدكم من انتوا تستخدموها بأفكار كتير كمان برضو البوتلز والأزايز الكتير اللي عندنا برضو منظماتها بتبقى صعبة قوي في منظم الأزايز برضو كان جميل جدا بفكرة نقدر نستغل بيها كل المساحات اللي موجودة عندنا في المطبخ خلصنا خلاص تنظيمات المطبخ والتجددات اللي عملتها فيه وكل تنظيماتها الحلوة تعال ندخل على أفكار ديكورات حلوة قوي وفيها فكرة كمان مميزة أول فكرة شايفين طبعا المكان الفاضي لتابلو الكبير بدقة تحط الكارت أو العربية اللي احنا بنحط عليها لتقدمات ممكن تستخدمها كمان كديكور وجنبها فوتي أو بوف أو كرسي المتاح هذه أول فكرة الفكرة الثانية ان هي بدقة تستخدم الكرسيين نفس الشكل ما بينهم الترابيزة عليها فازة الورد وكمان التابلو زي ما هو يعني مش شرط الشكل التقليدي اللي هو الكرسيين ما بينهم ترابيزة ده شكل تقليدي يعني بحث لكن فكرة ان انت ممكن تحطي ترابيزة مع كرسي واحد فكرة لذيذة قوي مش شرط حتى تحطي كرسيين شبه بعض على فكرة وشوفنا الأفكار دي مع سيدات كتير نقدر برضو ان احنا نغير احنا مش مؤيدين بحاجة ولا سيستم احنا مشين عليه طول الوقت اعملي اللي يعجبك في بيتك طالما انت مرتاحة طالما البيت نظيف وكمان جوه حلو ربنا يديم عليكم كده البركة والسكينة والهدوء دي اهم حاجة من كل الافكار اللي احنا بنشوفها كمان برضو لو بتدوروا زي خلي الريسيبشن عندكم او مدخل البيت يكون حلو ادي فكرة من الافكار المريات الكبيرة مع كمان البوف وفازة الورد والفكرة التانية اللي بدأت تضيفها بدل فازة الورد بدأت تحط السبت او البوكسات اللي ممكن تحطي فيها كوشنز ممكن تحطي فيها سروق او زي بلانكت كده او زي اي كفر عندك شايل اي قماشة قديمة شكلها حلو وشكلها مماز مش بتستخدميها كتير ممكن تستخدميها بفكرة زي دي يعني متأيدوش نفسوكم زي ما بقولوكم بافكار ابداعوا كده وعملوا كل الحركات اللي نفسوكم فيها هنا كمان برضو فكرة عجبتني اوي حطت الكنسول وبدل ما تحط مفرش عادي هي جابت برضو اي قماشة عندنا هممكن نكون مش بنستخدمه احنا ركنينه ومش عارفين نعمل بايه اشوفوا الفكرة دي حلوة اوي نزلتها من على الجنبين دقيت طبعا الورد اللي هي بدأت تضيفه في التاتشات الحلوة طبعا خلي بالكم لو فيه اطفال لكن فكرة بعيدة عن المفرش كانت لذيذة اوي ان هي تضافكة ديكور فدي برضو كانت افكار ازاي تحطوا حاجات في الانترياريا عندكم او لو عندك هول كبيرة او طرقة كبيرة او عندك مدخل الشقة بتاعك مش عارفة تحط في ايه ادي افكار المريات والبفات والبوكسات والفوزات كل دي افكار برضو حلوة تقدروا تستفيدوا بها تعالوا بقى نتابع مع بعض افكار الترابيزات كمان نقدر نحط عليها ايه ونستفيد بكزا فكرة مميزة جدا منها من الشموع ومن الورد ومن كل الافكار والستايل الحلو بتاعها كزا فكرة هتشوفوها وحسب المتاح ابدأوا ان تنفذوا بالحاجات اللي موجودة عندكم بس تخلوني نهاردة شكري الخاص لا احلى شوشو احلى شهرات احلى جزائرية احلى واحدة بتعمل حلويات في الدنيا كلها لو طولة جيلك لحد عندك وديك حطن كبير كده بجد مش هتأخر عليك من قطيب الناس اللي عرفتها في حياتي يا رب يديم عليك الصحة ويرضيك ويرزقك كل حاجة نفسك فيها تعواتكم الحلو لها كده النهاردة في الفيديو ان ربنا يديها اللي هي نفسها فيه بس هي مش طالب اكتر من كده ويا رب يديم عليك الصحة بجد اختي الجميل احلى شوشو في الدنيا نهاردة كده كان فيديو بسيط كان فيديو رايق كان فيديو فيه افكار لذيذة ونختمه مع بعض ببعض افكارها للتراث الفلسطيني الحلو جدا اللي بتحافظ عليه في ديكراتها يا رب ينعم عليهم هم كمان بالخير وباستعادة تكون الايام الجاية تكون ايام كلها اعياد وتكون خير على الامة العربية والاسلامية كلها يا رب اللهم امين ما تنسوهمش بدعواتكم بجد بجد يستهلوا مننا كل دعوة حلوة اضعف حاجة احنا نقدر نعملها ويا رب يستجيب لنا كلنا يا رب اللهم امين ويساعدكم ويهنيكم يا امراتي اشكركم طبعا من كل قلبي لو وصلتم معايا لحد هنا ده كده كان فيديو النهاردة قصير بس فيه بجد افكار حلوة اوي بتمنى ان هي تكون فادتكم وتكونوا استفدتوا بيها تقدروا تنفسوا بعضها في البيت عندكم تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم تعليقاتكم الجميلة دعواتكم الحلوة كل كلمة حلوة بتقولوها طبعا بشكركم عليها من قبل ما تكتبوها ربنا يخليكم لي يا رب واستنى كمان اللايكات والتعليقات بتاعتكم النهاردة اخر فكرة حابة ان انا اقولها لكم بس فكرة ان انت ممكن تجددي بحاجة بسيطة اوي يعني شايفيني يا جابة البود بتاع الزرع ده بس حابت ان الستاند بتاعه يكون فيه تفاصيل اكتر او اللون يكون ماشي اكتر بدل اسود اللون الدهبي فبكل سهولة هي استخدمة الاسبري وبدأت ان يتغير اللون بتاعه فسهلوا كل حاجة لنفسكم بساتوا الحياة هتلاقوا الحياة قد ايه سهلة وبسيطة يا رب دايما تكون كل حياتكم كلها خير وبركة شكرا يا امراتي نتقابل بكرة على خير فيديو جديد افكار جديدة سيدة جديدة ناخد تركات وحركات لبيتنا كده دايما ونحاول نخليه دايما في افضل صورة شكرا على خير الفيديو الجاي ويهي سلام اشتركوا في القناة